بسحر المكان وجمال طبيعته الأخاذة شكل وادي الحوارات في لواء دير علا عنصر جذب سياحي ومقصدا للرواد بما تحويه المنطقة من تنوعا جغرافيا يجعلها بيئة ريفية فريدة من نوعها طبعا هذا المكان معروف في وادي الحوارات في لواء دير علا وبالتحديد هذا المنتزى أو الاستراحة هي متنفس لأهل المنطقة وإحنا اليوم أنا بالتحديد جيت وكنت جايب مع عائلتي عشان يستمتعوا بهذا الموقع وهذا المكان وتلاحظوا فيه مجال للأطفال يلعبوا ويستفيدوا من طبيعة هذا المكان مكان كثير حلو وحرام ينهدم الصراحة لازم كل الأنظار تنحط عليه لأنه بصراحة كثير جميل وبدوا دعم مشان يصير أحلى وأحلى لسه كمان وهذا مكان رمز للدير علا ولازم يكون أجمل من هيك وتتوفر فيه كل شيء يعني يعني كل شيء يطلب الزائر لهذا المكان لازم يكون يعني متوفر في هذا المكان وفرة المياه الجارية التي تصل وادي الحوارات من نهر الزرقاء من شرقي الأردن عابرا بين جبال البلقاء ممتدا إلى غربها إلى وادي الأردن راسما لوحة من كثرة الخضرة والمزارع ما دفع لتيسير الحوارات من تأسيس مشروعه المتواضع عبر استغلال أرضه لجعلها استراحة للزائر ومحطة ثقافية وعائلية منطقة وادي الحوارات من المناطق الجميلة جدا والتي تتمتع بجمال طبيعة وهناك جذب سياحي لكن المنطقة بصراحة الخدمات ضعيفة جدا فيها أولا من حيث الطرق الطريق المؤدي الرئيسي طريق بحاجة لتعبيد وأصيانة أيضا الكهرباء الكهرباء غير واسطة من المناطق بشكل رئيسي شبكة المياه الخدمات الأساسية والبنى التحتية في المنطقة بحاجة إلى دعم شديد وكبير ونتمنى أن المنطقة يكون عليها جذب أكثر في الأيام القادمة عناصر الجذب السياحية اقتصرتها هنا على العناصر الطبيعية في وادي الحوارات ذات المناخ المميز باعتداله شتان إلا أن المنطقة لا تزال بحاجة للتأهيل المناسب وتحسين الخدمات الأساسية حتى تسهم في تحريك عجلة التنمية المجتمعية المحلية وتضع وادي الحوارات على المسارات السياحية الطبيعية باستحقاق تشكل منطقة وادي الحوارات تنوعا طبيعيا فائق الروعة والجمال يؤسس إلى بيئة جاذبة للسياحة المحلية والأجنبية إذا ما توفرت الخدمات الأساسية من طرق وبنية تحتية من شأنها أن تسهم في تنمية المنطقة والحد من البطالة من منطقة وادي الحوارات زيد خليفات المملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر